ليش لهلأ ما عندي خبر؟ ليش ما قلتلي من قبل؟ عفواً أستاذ، والله ما كنت بعرف كيف يعني ما بتعرف؟ شو كنتوا نايمين؟ أه؟ ما بتعرف شغلة؟ باعتصر منك أستاذ، خلص متل ما بدا شو صاير؟ ما فهمت القصة، بس فيها شغلة شيك انقلع، روعة مكتبك يلا نهاد تعال لهون تعاخد حسابك انت كمان انت على مين عم تتضحك أه؟ عمين؟ بابا عم تصرف مصاريك ع هديك المرة؟ لك أجدب؟ عود لشوف لا تعيط عم يسمعونا ويسمعونا؟ بل كي بيعرفوك قديشك واحد أجدب وخبي لك انت خنتني إلي؟ إلي خنت أبوك سرقتلي مصارية وعطيتهم لهديك المرة اللي اسمها فيروز طلبتهم منك مهر شو يعني بعاتك بنتا؟ ليش هيك بابا؟ انت فكرت حالك زكي ما هيك؟ ظنيت تمرقة علي ما بسمحلة تاكل مصارية، ما بسمحلة بدك ترجعون بدك تاخدهم مننا وترجع لي إياهن على آخر قرش عم تفهم؟ صرفت المصاري بابا، شي مستحيل هاي مو شغلتي، تنصب لي على الشي غبي تاني خليها تبيع أملاكا، بس المهم إنه أنا بدي مصارية بدي المصاري خلينا نطول بالنا، هلأ ما في مع مصاري يا غبي المشكلة إنك لهلأ ما عرفت على حقيقتها هاي عم تصرف مصارينا على حالة أنا اشتغلت وتعبد فيهم ما رحتوا نصبت على الناس مثلها، عم تفهمني؟ وهلأ روح وما بترجع لهون إلا لا تجيبون بابا رجاء، اعتبر كل شي صار كرمال ساعاتي هلأ لا تخليني سب ساعاتك يا بتروح بتجيب لي مصارية منها يا أم ما رح أتبرى منك للأبد ووقتها بتضل انت بلا شغل وبلا مصاري وهذاك الوقت يا محترم رح نشوف مرتك وحماتك إذا كانوا رح يطلعوا بوشك رح يقلعوكم من البيت بظرف يومين وهذاك الوقت يا شاطر ما تلوم إلا حالك بكفي بقى بابا أرجوك حاج تهددني مصاريك وكأنني عبد عندك كأنه يمتي عندك بالفرنقات قولك فرنقات شولا، انت روحت لي سروي سروي عم قللك لآخر مرة، إذا جبتن جبتن وإذا هلاء بتصفي بالشارع، رح اتبرى منك أساساً انت ما بتحبني وكأنه أنا ماني ابنك نلع يا قليل الأدب ما رأي بدي شوفك نهاد انت طلعت من حياتي نلع لك سكره الباب شو يا سليمان، خبرتولي بشير؟ جميلة راح تتناديله من جوا يا بيك ونفز، فايروس خانم بده تروح وبدك توصله ليش ما مع سيارة؟ ما بعرف، بجوز بعتت شوفيره مع جماعة تلك، ومين جمعتي جميلة؟ سمر ونيها الخانم يا أفندي شايف يا عدنام بك؟ ما ضل إلا ساعات وبصير العرس بكرا إن شاء الله بنكون كتبنا كتابنا يورا أغلو وزياكيلك عائلات رح تتوحد شي عظيم نلتقي بكرا مع السلامة، تليفونك عميران سماتو تفضل صحيح إنك مرة ما بتستحي ضحكتي عني هادم فكرة تسرقيني؟ رجاءً بلقلة أدب، أنت رحل طلبة اتفاقية زواج حتى تضمن كل حقوقك وأنا كنت مجمورة أعمل هيك كيف تضحكتي على ابني الغبي؟ كيف تضحكتي عليه وأخدتي الشيك؟ أنا ما جبرته، ابنك عطاني يا بإرادته كذب، أنت كذابة ونصابة، رجعي بلا مشاكل، وألا بجيبه بطريقتي لا تستناني رجعوا بتهديدك هاد، أنا ممخاف من تهديدك بهاتطريقة ما رح تشوف مني ولا قرش سمعيني منيح، أنا رح رجع مطاريه ورح تشوفي والله لا طلعوا من عيونك التنتين أعلم، ما بخيلك ركبوا حلمي بك، أنت عم تتقاوى على مرة ما إلى حدا يحميها، بس ما أنا خايفة منك قلو؟ نهاد قلو لأبوك يتركني بحالي خلاص بقلو لك أنا عملت الاتفاقية معك، أبوك ما دخلوا فيني، عم تفهم؟ أي فهمت خليه حل عني، وإلا بتصير شغلات ما بتعشبك، عم تسمعني؟ أي، سمعتك شوف أنا ما حدا بيهددني بنوم، حطوا عاقلكم براسكن، وإذا عندكم مشاكل حلوها مع بعضكن، لا تدخلوني بمشاكلكن أغبية نهاد؟ نهاد؟ أه؟ شو صاير؟ نهاد شوفي؟ أه؟ كنت عرفاني لأنك تأخرت ما رديت عالتليفون، شو صاير نهاد؟ قللي هلأ لا تخوفني، فهمني شوفي؟ لازم نفضي هذا البيت، لأنه ما بقى فينا ندفع الإجراء ليش؟ بابا قلعني من الشغل كل شي انتهى، ما ضل بيننا أي رابط هو قال بده يتبرى مني ليش؟ ما في ليش، تخانقنا وخلص وهداك البيت مسجل بإسمه، ما منقدر إنه ننتقل عليه شايفي سفينا على الحديدة؟ حجز على كل حسابي الموجود بالبنك، حتى بطاقة الصراف لغاها هلأ ما ضل عندي شي، المصاري، الشغل، ما معي ولا فرنك، وجيبتي فاضيعي، أنا مفلس موسيقى 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 آخر ليلة بهالبيت، راح تاخدي راحتك بعد ما روح ما راح يكون في حدا يذكرك بزنوبك راح تروح المسئوليات اللي كنت على طول تحكي للناس عنا وهي مانا موجودة بالأصل فيك تنبسطي مين قال راح أمبسط؟ شو ليكون بلشت تشتائيلي من هلأ؟ غريب يعني لو ما بعرفك كنت قلت إنك زعلاني عن جد ما عم فكر فيكي، أنا عم فكر بحالي أبولا نهاد صلوا خبر بقصة الشيك، تصل فيني وصار يهددني حتى رجع له ياه واتر لي أعصابي هالألي للأدب أنت اللي جبتي لحالك هالشي كان لازم تحسبيه صح قبل ما تاخذي منه الشيك أنت هلأ مرتاحة، بس تطلعي من هالبيت راح تخلصي من كل هالمشاكل ببساطة منيح اللي نفدت منك؟ شكرا ترجمة نانسي قنقر والله إقدم استغرب كتير، يا عبابا راح يتجواز شغلي بتضحك خلصنا بقى عيب عليك أنت متوتر؟ إيه نعم لا أهدف لساعتك قاعد هون عمو؟ يلا قوم بدنا نروح لوين؟ راح نحتفل بودع العزوبية خلصنا بقى موقت المزح عم بحكي جدا عمو، يلا قوم مهند خلص عمو، شوف هاي آخر ليلة للعزوبية موسيقى، رقص، بنات رحت مبسط كتير، وزا ما رحت معي بتندل الله خليك بابا بدي روح نا قصني انت يا فصعون كتير رحنا مبسط يلا نقطع عالب جاتو كثير، تطلع من قلبه بنت حلوة وبتصير ترقص معي انت اللي عم تعلمه مو هيك؟ هلأ فهمني ما بدك؟ ايه بدو بدو، ما هيك؟ روحوا من هون وحاجة غلصة الله يخليك يا بابا نتل ما بدك؟ رح روح عامل الحفلة بدالك وراح انبسط مع البناتا خاطرك الله معك ليه خدني معاك؟ عود أوف يا بابا، كنا هلا انبسطنا معه صبور حتى تكبر شوي صوروتي ها لا مناك ها 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 تلاحظت المترجم للقناة 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 المترجم للقناة